القيود التي فرضها إيلون ماسك على مستخدمي تويتر دفعت المغردين للابتعاد عن قفص الطائر الأزرق فإلى أين يتجهون الآن؟ المنصة المنافسة لتويتر شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المستخدمين الجدد ولعل أبرزها الآن منصة Threads التابعة لمتة ومع الابتعاد عن تويتر قامت متة بتسريع إطلاق التطبيق الجديد الذي بات متوفرا على متاجر التطبيقات وبحسب متة تقدم المنصة تجربة جديدة ومحسنة للمستخدمين في التواصل الاجتماعي موقع آخر برز في الأشهر الأخيرة هو ماستودون الذي انتقل له الكثير من مستخدمي تويتر قبل أشهر بمجرد ظهور الأنباء عن نية إيلون ماسك الاستحواذ على تويتر يوجين روكو مؤسس ومدير ماستودون أعلن عن أن عدد المستخدمين بشكل يومي ازداد بمعدل يقترب من 300 ألف مستخدم مع إضافة 110 ألف مستخدم جديد خلال يوم واحد هو الأول من يوليو الجاري وبشكل شهري ارتفع عدد مستخدمين ماستودون ارتفعوا بـ 19% في يونيو مقارنة بالشهر السابق من بين المواقع البديلة أيضا شبكة بلو سكاي التي شاهدت إقبالا كبيرا من المستخدمين الجدد ما دفع شبكة الاجتماعية لتعليق عمليات التسجيل وإنشاء الحسابات الجديدة موقعا على أن تستأنف عمليات التسجيل عند حل المشاكل التقنية ونختم مع شبكة سبيل الاجتماعية التي تحقق نجاحا كبيرا ووصلت إلى المركز الثاني في قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا على متجر أبل للتطبيقات مع توقعات بطرح التطبيق لأجهزة أندرويد قريبا منصة سبيل منصة اجتماعية ترتكز على مشاركة المحتوى المصور بما في ذلك السور والمقاطع المصورة والروابط إلى جانب النصوص وإمكانية إنشاء استطلاعات الرأي كما ذكرنا فإن المغردين يبتعدون شيئا فشيئا عن تويتر لكن اللافت أن الكثير من التطبيقات البديلة تم تأسيسها بواسطة مسؤولين سابقين في تويتر كمنصتي بلو سكاي وسبل لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة